بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مكرر جبر المصفوفات ومع الجزء التاسع من الدرس الثالث وهو يتكلم عن مصفوفة الوحدة مصفوفة الوحدة كما تعلمنا أنها مصفوفة عناصر قطرها الرئيسي عبارة عن أعداد كلها واحد وهي مصفوفة أيضا مربعة فالمصفة الوحدة من البعد أي واحد فيها عنصر واحد فقط هو الواحد أما من البعد الثاني اثنين في اثنين فيها القطر الرئيسي واحد واحد وباقي العناصر أصفار أما إذا كانت من البعد ثلاثة في ثلاثة أي ثلاثة ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة القطر الرئيسي كما تعلمنا واحد 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 وباقي العناصر أصفار لها الخواص التالية أن حاصل ضرب أي مصفوفة في مصفوفة الوحدة من على اليمين أو من على اليسار يساوي المصفوفة نفسها لذا فإننا نطلق على مصفوفة الوحدة هي المحايد الضربي للمصفوفات تعريف الضرب المتكرر للمصفوفة المربعة المصفوفة A أس كي معناها أننا ضربنا المصفوفة A في نفسها كي من المرات فعلى سبيل المثال المصفوفة A هي اتنين سالب واحد سلاثة صفر مصفوفة من الأبعاد اثنين في اثنين لو ضربناها في نفسها كان الناتج A تربيع لو ضربناها ثلاث مرات كان الناتج A تكعيب وهو المطلوب المطلوب أننا نحصل على المصفوفة A تكعيب كيف نضرب المصفوفة A في نفسها ثم نضرب الناتج في المصفوفة A الأصلية فحاصل ضرب المصفوفة A في نفسها كما تعلمنا من قبل ينتج المصفوفة 1 سالب 2 ستة سالب 3 إذا ضربناها في المصفوفة A الأصلية كان الناتج سالب 4 سالب 1 سلاسة سالب 6